بصوا يا جماعة هاخد لك اقتباس لطيف جدا من رئيسة او مديرة صندوق النقد الدولي قالت ايه؟ ست قالت ان مصر محاطة بالصراعات من كافة الجوانب وتعاني بالضبط كده قالت كده بالضبط وتعاني من اوضاع رهيبة ورغما من ذلك تلعب دور قوي وشديد الاهمية في هذه الازمة على وصفها هي الرهيبة الحالية في غزة وما كانت مصر اللي تستطيع ان تفعل ذلك لو لا اقتصادها القوي مصر ده كلامة هي دولة قوية وصامدة العيل بتاعت الاخوان واللي شبههم واللي بيروح يقعد معاهم واللي بيحط ايده في ايديهم واللي بيساعد الى اخره يعني واللي بيحاول يفعل اجنداتهم ويعمل نفسه جاي بيدي من ديله وشقي حتتهم مفهومة كل اللي هم عاوزينه ضرب دولة تلاتين ستة عايز يعمل ايه اقولك هو عاوز يفقدك ايمانك بتلاتين ستة عاوز يفقدك ايمانك بمنجز تلاتين ستة عاوز يفقدك ايمانك بنتايج تلاتين ستة فهيفضل طول الوقت يشكك في اي شيء مرتبط بهذه البلد من يوم تلاتين ستة لحد اللحظة اللي احنا عايشنا دلوقتي والحد اليوم التالت ان شاء الله يوم التلات فيه نهاية اليوم الانتخابي هو عاوز يعمل كده ده هدفه طب هدفه هيكسب من وراه ايه عم يوسف اقولك مرة تانية هو اما بقولك ايه هو الاخوان ما بيحبوش الانتخابات ده الاخوان كان عندهم غزوة السندية ده كانوا بيهللوا ويدللوا علشان الناس تنزل تنتخبهم بالزور وزيفوا وعي الجماهير بقى دلوقتي الانتخابات وحشة ازاي يعني طب يعني انا اقول لأي كائن اخواني لو سمحت ادي لي عقلك واعد حافي وقول لي كده منين عادتوا تقولوا والانتخابات ومش الانتخابات وغزوة السندق وغزوة السندق وشغل الاراجوزات اللي كانوا بيعملوا ده شغل موالدجية يعني ومنين دلوقتي الانتخابات دي حاجة وحشة هتعمل بالانتخابات والانتخابات تعمل لك ايه انا بقول لك واحد هو مش عايز اي حاجة متعلقة بتلاتين ستة ولا نتيجها لا من قريب ولا من بعيد لانه بمنتهى البساطة تلاتين ستة دي هي كانت درة التاج في كشف هذا الوجه كامل القبح هم ما عندهمش وجه قبيح ووجه جميل حتى ابتسمتهم دمها تقيل زيهم عيال عليها كم سماجة غير طبيعي انظر في وجه ايه اخواني حتى وهو مبتسم تحس انك عايز تاكله تلاتين قلم على وشه من كتر السماجة اللي طلع بزة بخة من وشه كده بقى بيبخ سماجة يا ملك ايه الدحكة دي يا لأ ايه التلامة دي عيال ملزقة حتى العلم تمن عندهم برامج كوميدي عيال ملزقة زيهم كده دمه تقيل هو مش عاوز مشهد تلاتين ستة مش عاوز نتائج تلاتين ستة مش عاوز يبقى فيه ادوات للديمقراطية مش عاوز يبقى فيه حوار وطني مش عاوز لجنة عفو عشان عاوز يستمر في المتجرة مش عاوز حوار وطني علشان عاوز طول الوقت المعارضة والمؤيدين يفضلوا في حالة شد وجذب طول الوقت هو مش عاوز انتخابات برلمانية هو مش عاوز انتخابات رئاسية هو مش عاوز أي نتيجة طبيعية فيها أدوات الديمقراطية مش عاوز العالم يبص عليك ده بجد مش هزار والله ما بهذر أنا بكلمك بمنتهى الأمانة هو مش عاوز الوكلات الأجنبية ترصد أن هناك إقبال معنى أن فيه إقبال معنى أن هذا المجتمع لديه من الوعي السياسي اللي ينخليه نازل وهو مستوعب ويعي جيدا يعني إيه انتخابات رئاسية هو مش عاوز الوكلات ترصد ده وبالتالي يعطوله لأيه ما تنزلش ما تنزلش ليه وانت إيه اللي مخوفك من نزولي مش ممكن لما منزل يا أخي انتخب أي حد مش على بالك عندي أربع مرشحين اختار اللي ما عايزه مش ممكن أفجر مفاجأة حتى ده هو مش عايزه ومش عاوز الناس تنزل لأن الوكلات هتنقل فهيتقلق المصريين نزلوا بالملايين لأجل أن ينتخبوا رئيس مصر القادم لمدة ست سنوات فيبقى إذن الله على رأي عباس أبو الحسن في الفيلم يقولك عجبا لكم أيها المصريون يبقى زبط كده إيه ده أنتو نزلين عادي الانتخابات أنتو في كل ده وبتنزل الانتخابات أنت رايح تدلي بصوتك أنت رايح لسنديق الاقتراع آه آه أنا بلد قوي أنا وطن قوي أنا مواطن قوي اشتركوا في القناة